هل سترشحون وزراء سابقين على الاعتبار أن الدستور لا يمنع ذلك شريطة أن لا تكون عليه شبهات فساد إن كانت إجابتك نعم هل بإمكانك أن تعطينا بعض الأسماء لو سمحت أولا لا أستطيع أن أذكر أسماء ولكن راح أقول لي شفت شيء خاص لقناة التغيير هذه الحكومة ستختلف عن سابقاتها بشيء أنه لا يذكر وزير أنه مستقل جميع الوزراء الذين سيذكرونهم وزراء سياسيين أي أنهم تابعون لكتل سياسية والكتل السياسية ستكون محاسبة هذا الوزير أو تكون هي منسؤولة عن هذا الوزير وعن أداء هذا الوزير هذا كلية وخاصة داخل الإطار التنسيقي اليوم خول السيد السوداني بأن يرشح هو من يراه كفوءا لمن يراه نزيها لمن يراه يستطيع إدارة المرحلة المقبلة وأن تكون حكومة خدمات واضحة وتكون حكومة صارمة وحتى الترشيحات أخبروه جميع قادة الإطار بأن يرشح وزراء وأن تكون الترشيحات لديهم صارمة وأن يحافظ على التوازن يعني داخل الإطار وتوزيع داخل الإطار هذا ما اشترطوا على السيد السوداني باقي الكتر السياسية أيضا هي لديها مرشحين لديها أسماع كانت وزراء وليس عليهم ملفات فساد وممكن أن يرشحهم لكن الحكومة المقبلة ستكون مختلفة الاختلاف الذي فيها أولا صرامة الترشيح للوزارة واثنيا سيكون وزيرا سياسيا لن يكون مستقلا يعني بعديا لمن يريد أن يستقيل يستقيل ويذهب خارج البلاد ويترك الكتر كل واحد يقولاني هذا موزيري لهذا السبب ستكون مختلفة بالاختيار وستكون مختلفة بالتكليل